اشتركوا في القناة وقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجذيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرذق من يشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه اليوم الدين وبعد فقد انتهينا من قراءة القاعدة الخامسة من القواعد التي ذكرها الشيخ في كتابه الشيخ الإسلام بن تهمية في كتابه الرسالة التدمرية وبقي معنا قاعدتان السادسة والسابعة ثم بعد ذلك انتقل الشيخ للأصل الثاني من الأصلين الذين بنى عليهم الكلام في هذه الرسالة والأصل الثاني هو ما يتعلق بالشرع والقدر واليوم سنبدأ إن شاء الله بالقاعدة السادسة نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا ألي وصحبه من ولا اهتدى بهدى واختفى أثروا إلى يوم الدين الله مغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين قال الإمام من تيمية رحمه الله تعالى القاعدة السادسة أن لقائل أن يقول لابد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز فالنافين اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزم كهذا في سائر ما تثبته وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجب له ما يجب له الشيخ هنا في هذه القاعدة يريد أن يرد على منهج باطل في مسألة الإثبات والنفي في صفات الله عز وجل وقد ذكر في بداية هذه القاعدة تساؤلا وهو الضابط فيما يجوز على الله عز وجل وما لا يجوز يعني ما هو الضابط فيما ينفى وما يثبت لله عز وجل من الصفات ما هو الضابط فذكر أن هناك منهجين فاسدين في ذلك الأول الذي يعتمد في هذا الباب باب النفي والإثبات في الصفات يعتمد على مجرد نفي التشبيه فينفي الصفة لاستلزامها التشبيه أو لكونها تتضمن التشبيه مطلقا والمنهج الثاني الإثبات من غير تشبيه كذلك هذا منهج فاسد من يقول نحن نثبت الصفات نثبت أي صفة لله بدون تشبيه فالذي ينفي الصفات بحجة التشبيه باطل والذي يثبت كل صفة معنا في التشبيه أيضا باطل لا يستطيع أن تصف الله بأي صفة تقول أنا أصفه بأي صفة ولكن بدون مشابهة لأن الصفات توقيفية فلا نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل أما أن يأتي شخصه يقول أنا أصفه بكل صفة بدون مماثلة فهذا منهج أيضا منهج فاسد فالشيخ بيّن أن هذا ليس بسديد لماذا؟ قال إنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز أي شيء موجود فهو يشترك مع موجود آخر في شيء ويختلف عنه في شيء كل الموجودات كل الموجودات لابد يكون بينها قدر مشترك وقدر مميز على أقل شيء صفة الوجود فهذا موجود وهذا موجود هذا مشترك فهما يشتركان في صفة الوجود لكن هناك شيء يميز هذا عن هذا وهو ما يسمى بالقدر المميز الشيخ يقول النافي النافي عند الصفات إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه يقول أن أنفي الصفة مثلا ينفي الاستواء ينفي اليد ينفي القدرة ينفي الغضب لماذا؟ قال هذا تشبيه أن وصف الله بهذا الصفة تشبيه يرد عليه بماذا؟ بأن يقال كما ذكر الشيخ إن أردت أنه ماثل إن أردت أن هذه مماثلة لصفة المخلوق من كل وجف هذا باطل يعني أنت حينما تنفي عن الله عز وجل الاستواء أو الغضب أو الفرح أو السمع أو النزول وقلت إن هذا يماثل صفة المخلوق نقول إن كنت تقصد المماثلة المطابقة من كل وجف هذا باطل وإن أردت أنه مشابه له من بعض الوجوه يعني يشابه من وجه دون وجه فهل هذا ينفى أو لا ينفى؟ يعني لو قال الشخص أنا أنفي أن الله عز وجل أنفي أن الله يتكلم أو أن الله يغضب لأن هذا في مشابهة والمخلوق يتكلم والمخلوق يغضب فهل وجود المشابهة من بعض الوجوه يمنع من اتصاف الرب بذلك أو لا يمنع؟ الشيخ يقول إن أردت أنه مشابه من وجه دون وجه أو مشارك في الإسم فهذا غير ممنوع ثم ذكر إلزاماً قال لزمك هذا في سائر ما تثبته الإلزام هنا لمن؟ لأي طائفة؟ ها؟ لمن يثبتوا بعض الصفات دون بعض وهم الأشاعر ونحوهم يعني حينما يأتي الأشعر ويقول أنا أنفي أن الله يغضب أو يفرح أو يحب أو ينزل لأن هذا فيه مشابه للمخلوق نقول له إذن يجب أن تنفي أن الله يسمع ويبصر ويتكلم لأن هذا فيه مشابه للمخلوق يعني أشعر يثبت سبع صفات فأنت إذا نفيت يعني ما سوى السبع الصفات بحجة المشابهة فإنه يلزمك نفس هذا الكلام فيما تثبته من الصفات يقول الشيخ لازمك هذا في سائر ما تثبته وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهم ما يجوز على الآخر ويمتنع ما يمتنع عليه ويجب له ما يجب له طيب هل هذا المعنى ينفع عن الله أو لا أقصد أن إذا فسر إذا فسر التشابه أو التماثل بأنه يجوز على الله ما يجوز على المخلوق ويمتنع على الله ما يمتنع على المخلوق هذا التماثل بهذا المعنى ينفى أو لا ما ينفى ينفى نحن نقول نعم لا يصلح أن تقولون أنه يجوز على الله ما يجوز على المخلوق أو يمتنع الله ما يمتنع على المخلوق لأن هذا دخول دخول فيما يختص به الرب وما يختص به العبد ونحن قلنا إن التشابه إنما يكون في القدر المشترك في المعنى العام والتشابه في المعنى العام التشابه في المعنى العام لا محذورة فيه أنت ما يمكن أن تفهم الصفة صفة الحياة ولا صفة العلم ولا صفة القدرة أو السمع أو البصرة وغيرها ما يمكن أن تفهمها إلا بفهم المعنى العام والمعنى العام هو القدر المشترك بين صفات المخالق وصفات المخلوق نعم ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة يعني هيقول الشيخ أن هذا معلوم امتناعه أنه يجوز على الله ما يجوز على المخلوق ويجب عليه ما يجب عليه ويمتناع عليه ويمتناعه هذا معلوم امتناعه نحن يعني كل العقلاء أصلا يمنعون المساواة بين الخالق والمخلوق وهذا معلوم بضرورة العقل لكن لا يلزم من نفي هذا نفي ما يجوز على الله ما يجوز عليه ما يجوز على المخلوق إلى خيره لا يلزم من نفي ذلك نفي المشابهة من بعض الوجوه قال كما في الأسماء والصفات المتواطئة فالمشابهة من بعض الوجوه يعني لا محذورة فيها وهو التشابه في المعنى العام نعم ولكن من الناس من يجعل التشبيهة مفسرا بمعنى مفسرا نحسن الله لك مفسرا بمعنى إن المعاني ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه ومنازعهم يقولوا ذلك المعنى ليس هو من التشبيه يعني مثلا الآن اللي ينكرون الصفات يسمون أهل السنة مشبهة اللي ينكر الصفات يسمي أهل السنة مشبهة لأن مفهوم التشبيه عنده هو إثبات الصفات حتى لو أثبتتها على وجه يليق بالله فإنه يقول إنك مشبه كيف مشبه؟ أنا أقول إن الله سميع سمع يليق بجلاله بصير بصر يليق بجلاله حي حياة تليق بجلاله يقول إنك مشبه يعني هذه صفات التصف بها المخلوق إذن التشبيه هذا مفهوم خاص بك أنت يا أيها النافي يا من تنفي صفات الله وتسمي وتصف من يثبتها بأنه مشبه هذا المعنى يعني نحن لا نوافقك عليه فمفهوم التشبيه عند هذا هو مفهوم خاص فيجعل من يثبت صفات الله على الوجه اللايق بالله يجعله مشبه فهذا التفسير للتشبيه تفسير باطل ليس إثبات الصفات تشبيها وإنما التشبيه الممنوع هو التشبيه في الخصائص أن تشبه الرب بخصائص المخلوق أو تشبه المخلوق بخصائص الرب سبحانه وتعالى نعم وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل وذلك أن المعتزلة أحسنت المماثلة هي المطابقة من جميع الوجوه والمشابهة من بعض الوجوه دون بعض وبعضهم يفرق بين المثيل والشبيه والنظير يقول المثيل مطابق من جميع الوجوه الشبيه من أكثر الوجوه النظير من بعض الوجوه هذا النظير هذا يعني من بعض الوجوه لكن تقول شبيه من أكثر الوجوه شابه لكن ليس مطابق إذا فيه مطابقة صار مثيلا صار مثلا والذي ورد في القرآن ما هو هل ورد نفي التشبيه ولا نفي التمثيل نفي التمثيل ليس كمثله شيء فلا تضربوا الله الأمثال وإذا كشخ الإسلام رحمه الله لما كتب الوسطية قال من غير تمثيل فجاء المعترضون عليه قالوا أنت قلت من غير تمثيل ليش ما قلت من غير تشبيه أنت مشبه أنت ترى التشبيه ولذلك ما قلت من غير تشبيه قلت من غير تمثيل فالشيخ في مناظرته لهم قال نعم أنا قلت من غير تمثيل لأني التزمت الألفاظ الواردة في الشرع أنا التزمت ما ورد في القرآن والذي ورد في القرآن نفي التمثيل ولم يرد نفي التشبيه فالشيخ هنا ذكر أنه يلتزم الألفاظ الشرعية فيما دونه في العقيدة الواصلية فلذلك استخدم لفظ التمثيل ولم يستخدم لفظ التشبيه ولأن التمثيل ممنوع مطلقا التمثيل ممنوع مطلقا بأي حال لكن التشبيه قد يراد به المشابه من بعض الوجوه كما في المعنى العام الكل المشترك فيكون غير ممنوع وذلك أن المعتزلة ونحو من نفات الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل فمن قال إن لله علما قديما وقدرة قديمة كان عنده مشبها ممثلا لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف للإله فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديمة فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار يعني من أثبت لله صفة قديمة والصفات كلها قديمة ما في صفة حادثة يعني عند هؤلاء ما يصلح أن تقول أن الله عز وجل يقوم به صفة ليست قديمة عند الشعر الذي ينفون ينفون الصفات الاختيارية وعند المعتزلة يقولون لا تقول إن هناك صفة قديمة ليش؟ قالوا لأن القدم أخص صفات الله فلا شيء يشارك الله في القدم ولذلك أنكر المعتزلة الصفات بهذه الشبهة المعتزلة ينكرون صفات لماذا؟ قالوا لأن لأن القدم هو أخص صفة للرب ولا يشاركه فيه شيء فإذا جعلتم صفات قديمة مع الله جعلتم مشاركة لله في القدم فلم توحدوا الله فيجب أن توحدوا الله في القدم وإذا جعلتم صفات لله عز وجل قديمة فأنتم جعلتم قدماء قدماء فلم توحدوا الله عز وجل هذه شبهة فلذاك يسمون من يثبت الصفات لله عز وجل وهي صفات قديمة مثل العلم والقدرة والحياة ونحو ذلك يقول إنه ممثل بهذا الاعتبار باعتبار أنه جعل مثلا لله في القدم جعل مثلا لله في القدم وعنده من القدم أخص أوصاف الرب تعالى نعم ومثبتة الصفات لا يوافقون لا يوافقونهم على هذا بل يقولون أخص وصفه حقيقة حقيقة ما لا يتصف به غيره أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره مثل كونه رب العالمين وأنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير وأنه إله واحد ونحو ذلك والصفة لا توصف بشيء من ذلك نعم يعني نحن نازع في أن أخص الأوصاف القدم ولهذا غير صحيح بل أخص أوصاف الله عز وجل هي التي لا يجوز أن تطلق على غيره مثل إيش؟ مثل رب العالمين رب العالمين هذا الوصف لا يطلق على غير الله سبحانه وتعالى ومثل إن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير هذه أخص أوصاف الرب أما نفض القدم فليس أخص أوصاف الرب بل القدم يعني يوصى به المخلوق كما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم وقال آباءكم الأقدمون فالقدم للمخلوق هو قدم نسبي لكن يوصى به أن المخلوق يوصى أنه قديم تقول هذا ثوب قديم هذا بيت قديم وورد في حديثه أعود بوجهك الكريم وسلطانك القديم وتوصف الصفة بأنها قديمة لكن لا توصف الصفة بأنها رب العالمين ما تجي تقول أنت غضب الله رب العالمين أو رحمة الله رب العالمين أو الاستواء هو رب العالمين لا فالصفة قد توصف بالقدم مثل العلم والقدرة والحياة لكن لا توصف بأنها على كل شيء قدير أو بكل شيء عليم ونحو ذلك فقوله من القدم أخص وصف الرب هذا غير صحيح لما ذكره الشيخ ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة بل يقول الرب بصفاته قديم ومنهم من يقوله هو قديم وصفته قديمة ولا يقوله وصفاته قديمان ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم فضلا عن أن تختص بالقدم وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم وليست الصفات إلها ولا ربا كما أن النبي محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبي يعني هنا يعرض عبارات يطلقها الصفاتية ما المقصد بالصفاتية الصفاتية في مقابل النفات المعطلة للصفات جملة الصفاتية هم الذين يثبتون الصفات سواء يعني أثبتوا الصفات كلها أو بعضها يسمون صفاتية بمعنى أن عندهم أصل الإثبات للصفات في عبارات هل تقول الرب بصفاته قديم أو تقول إن الصفات قديمة يقول الشيخ من هؤلاء من لا يقول في الصفات إنها قديمة يعني يقول أنا لا أقول إن الصفات الله قديمة لكن أقول إن الله بصفاته قديم فلا يطلق القدم على الصفة لوحدها لأنه يشعر بأنها بأنها مستقلة عن الرب لكن يقول الرب بصفاته قديمة هذا يعني قول بعضهم وبعضهم يقول لا يجوز أن نقول إن الله قديم وصفة الله قديمة يجوز أن نقول الصفة قديمة وأقول الرب قديم لكن ما أقول الرب وصفاته قديمان ماذا الفرق؟ طبعا أنت قلت الرب قديم وصفة قديمة لكن ليش ما تقول الرب وصفاته قديمان قال لأنه لأنه إذا قلت الرب وصفاته قديمان يعني يوحي بأن الرب غير الصفات يحب الانفصال والاستقلالية فإذلك يعني يتحاشون التعبير بقديمان ولكن ما عنده ما يعني يقول الرب قديم وصفة قديمة ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان هو وصفاته قديمان ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه يقول الرب وصفاته قديمان لكن نحن نعلم أن يعني الصفة لا تشارك الرب في الخصائص والقدم ليس من خصائص الذات المجردة يعني ما تفترض أن هناك ذات بدون صفات والقدم لا يكون قدم للذات بدون صفات وإنما القدم هو للذات المتصفة بالصفات قال بل هو من خصائص الذات الموصوب بالصفات فالذهن قد يفرض شيء لكن في الواقع ما فيه ما يمكن أن تقول أن الله عز وجل سبحانه وتعالى يعني وجد بدون صفات أو الذات بدون صفات لأن الله سبحانه وتعالى بصفاته فيقال الرب وصفاته قديمان يعني هؤلاء الطائفة من الصفاتية لا يمانعون من أن يقال الرب وصفاته قديمان لأنهم يقولون أصلا ما يمكن أن تكون ذات مجردة عن الصفات فلا يرد هذا الإشكال الذي ذكره الأولون إذن ذات المجردة لا وجود لها في الخارج لا وجود لها في الخارج فضلا عن أن تختص بالقدم أصلا لا يوجد ذات بدون صفات فكيف تقولون أن تختص بالقدم دون الصفات لا يمكن أن تكون ذات إلا معها إلا وهي موصوفة بالصفات قال وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم وليست الصفات إلها ولا ربا الصفات قديمة والذات قديمة ولكن لا نقول أن الصفات إله يعني ليس وصفنا للصفة بالقدم يجعلها ربا وكما يقول المعتزل أنها شابهة الرب القدم لا يلزم هذا الشيء قال وليس الصفات إلها ولا ربا كما أن النبي محدث النبي محدث وله صفات لكن ليست صفات النبي نبي يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو محدث وصفته مثلا الصدق من صفات الصدق محدثة لكن الصدق ليست نبي فلا يلزم أنك حينما تجعل هذه محدثة مثل النبي أن تكون هي نبي أيضا الصفات تكون نبي كذلك حينما نقول أن صفات الله قديمة لا يلزم أن تكون صفات الله رب وإله يعني منفصل عن الذات فالإشكالات التي يثيرونها يعني عند هذه الطافق والإشكالات التي يثيرها الأولون منه لا يجز أن تقول أن الرب وصفاته قديمان أو الرب يعني لا تكون الرب بصفاته ولا يجز أن تقول الصفة قديمة يقولون هذا غير والد لأنه أصلا ما في صفة يعني ما في موصوف بدون صفة يعني ما في ذات مجردة عن الصفات الشيخ يعني هو يعرض الأقوال وكأنه يعني يعني يبلل إلى الأخير يعتبر أنه أصلا يعني ما ترد الإشكالات إنما هذه يعني كأنها تورعات لفظية لكن في الواقع ما في بأس أنك تقول الله علم الله قديم ما في بأس أنك تقول الله علم الله قديم أو علم الله أو الله بعلمه قديم كلها ما في إشكال لكن بعضهم يقول لا تقول الله وعلمه قديمان لأجل أن لا يوحي لفظا أن العلم مستقل عن الله وأنه فيه اثنين قديمين فتقول الله بعلمه قديم سبحانه وتعالى شيخنا مغريبة يا شيخ دائما ينكرون على الطحاوي ولا ينكرون الأفضة القديمة على ابن تيمية لا هو الطحاوي لما قال قديم بلا ابتداء يعني خرج لما قال بلا ابتداء خرج من إطلاقات أهل الكلام القديم والذين يعني ذكروا عن الطحاوي قالوا أنت ما ينبغي أنك تذكر في تقرير عقيدة في تقرير عقيدة ما تقول رب قديم قل لي الأول لأن الأفضة الأول يوحي ويعطي معنى لا يعطيه القديم فالقديم المتقدم على غيره ولكن لا يمنع أن يكون هناك ما هو أقدم منه تقول هذا مثلا ثوب قديم صحيح أنه قديم لكن في شيء أقدم منه لكن حينما تقول هذا أول شيء فما في لما تقول هذا هو الأول ما في واحد يأتي ويقول طيب وش الأول اللي قبله لأن لفظ الأول خلاص يعني ينتهي التقرير فحينما ذكر الطحاوي قالوا يعني ما ينبغي أن يكون هذا في سياق تغير عقيدة ولأنه قد يوحي بأن هذا اسم من أسماء الحسنة وهو ليس من أسماء الحسنة فالإنكار على أهل الكلام جعل القديم من أسماء الله لكن حينما تجعل من باب الإخبار فكما تعلم أن باب الإخبار هو أوسع من باب الأسماء والصفات فالله عز وجل يخبر عنه بأشياء لكن لا يسمى بها فالله يخبر عنه بأنه قديم لكن ليس من الأسماء القديم يخبر عن الله بأنه شيء الله شيء قل أي شيء أكبره شيء هذا قل الله لكن ما يجوز أن تكون من أسماء الله الشيء ولا تدعو يقول يا شيء أغفر لي لا الشيء خبر عن الله مثلا نخبر عن الله بأنه موجود الله موجود لكن ليس من أسماء الله الموجود فهنا الشيخ هنا طبعا يذكر في سياق الرد على أهل الكلام ومخاطرتهم باستلاحهم لكن ما تأتي بالتقرير ابتداء وذلك الشيخ ما ذكر مثلا في الواسطية ما ذكر حينما سرد أسماء الله ما ذكر أنه قديم لكن ذكر الأول والآخر والظاهر البطن كما ورد في النصوص فهنا ما عرض الرد عليهم ومخاطرتهم باستلاحهم ومن باب الإخبار لا بأس والله سبحانه وتعالى نعم هو له القدم المطلق فقول الطحاوي قديم بلا ابتداء أيضا يخرجه عن عن إطلاقاته الكلم يقول الله قديم فقوله بلا ابتداء بلا ابتداء يعني تحمل معنى الأول لأنه قال بلا ابتداء يعني بلا بداية لأن في قديم ابتدأ قدمه نعم لكن الشيخنا يعني تدمرية مليئ بوصف الله بالقدم بالبداية هو لكن تدمرية أنا أقصدي بدأ شيخ الإسلام وتكلم عن القدم وهنا الآن تكلم بالقدم كله كان يعني لكن أكثر من نشاره للطحاوي ينتقد على الطحاوي لكن تمر هذه مرور الكرام ما ينكرون هذا الشيخ ما هنا الشيخ ما يقرر أن القدم من أسماء الله لكن هو كلام الطحاوي فيه هو صحيح يعني صح كلام الطحاوي يعني إذا كان في هذا السياق في سياق الخبر ما فيه إشكال ولكن أنا قلتك أن الذين يعني ذكروا الطحاوي ذكروا من باب أن هذا اللفظ قد يستعبر أهل الكلام وأنت يا إمام الطحاوي ذكرت هذا في سياق تقرير معتقد أهل السنة والجماعة فأنت حينما تذكر في سياق تقرير العقيدة ما ينبغي أن تستخدم هذه العلفات لكن حينما تأتي في سياق الردان عن تدمرية تعرف أن تعقيدة تدمرية كلها ردود هي ردود على المبطلين في مساءة الصفات في الشيخ يخاطبهم باستلاحهم ويبين الحق والباطل في هذا اللفظ حسن الله لك يعني نقدهم له من اللفظ وليس بالطحاوي بلفظه وليس بالمعنى معناها اللي ذكر وإذاك شرح الطحوية اللي هو بنبي العز الحنفي ذكر قال الشيخ كذا وهو مع ما قوله وهو الأول والآخر والضاهر الباطن وثم ذكر بعد ذلك أن القديم وذكر أنواع القديم وأنه المتقدم على غيره وأنه قد يوصب به المخلوق ولكن الطحاوي قصد القدم المطلق فالقدم قد يكون قدم نسبي وهذا يوصب به المخلوق يعني القدم المطلق هذا لله عز وجل وإذاك الطحاوي قال قديم بلا ابتداء فهذا يعني تجعله يعني يمكن هذا يعتذر به عن أن يكون أطلق القدم لكن أيضا ضغم ذلك نحن نقول في تقرير العقيدة ابتداء ينبغى أن تستخدم الألفاظ الواردة في الشر فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينزعهم فيه أولئك ثم يقول لهم أولئك ثم يقول لهم أولئك هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيهها فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع وإنما الواجب نفيه ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية يعني أنتم إذا أطلقتم على إثبات الصفات تشبيه أو تمثيل هذا حسب أنتم حسب استلاحكم وحسب اعتقادكم لكن نحن نقول أن إثبات الصفات ليس تشبيها ولا تمثيلا إثبات الصفات هو الواجب فكونكم تسمون إثبات الصفات على الوجه اللائق بالله عز وجل هذا المعنى لا ننفيه نحن لا ننفيه ولا ينفيه عقل ولا شرع لا ينفي العقل ولا الشرع إثبات الصفات لله عز وجل ولو سميتموه تمثيلا أو تشبيها لكن الواجب أن تنفوا ما نفته النصو الشرعية لا أن تنفوا ما لم تستصغوا عقولكم نعم عشان الله إليك والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفئ والند ونحو ذلك والكفئ عشان الله إليك نفى مسمى المثل والكفئ والند ونحو ذلك ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفأه ولا نده فلا تدخل في النص وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في استياح المعتزلة وكذلك أيضا يقولون يعني ما معنا هذا القرآن معروف أن الآيات نفة المثل ليس كمثله شيء فتضب الله عن مثال نفس نفة الكف ولم يكن له كفوا أحد نفة الند فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ونحو ذلك فالصفة ليست مثل الموصوف ولا كفأ له ولا ند له فلا تدخل في النص الذي فيه نفي التمثيل فلا تدخل في النص يعني إثبات الصفة ليس تمثيلا وكذلك العقل لم ينفي مسمى التشبيه في استياح المعتزلة ما هو مسمى التشبيه في استياح المعتزلة؟ كما سبق إثبات الصفات إثبات الصفات هو مسمى التشبيه عند المعتزلة فالعقل والشرع لم ينفي التشبيه في استياح المعتزلة وهو إثبات الصفات على الوجه لا يقبل الله نعم وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة فلو قامت به الصفات لا لازم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام وهذا هو التشبيه أيضا يقولون في نفيهم للصفات إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز لا تقوم إلا بجسم متحيز هذا كلام صحيح كما يقول والأجسام متماثلة نحن نناقشهم في كل هذه أول شيء أنتم تقولون لا تقوم إلا بجسم لا تقوم إلا بجسم هل الصفات لا تقوم إلا بجسم حتى لفظ الجسم هذا هل هو ممنوع أو غير ممنوع نحن نناقشهم ماذا تقصد بالجسم الجسم الجسم لم يرد نفيه ولا إثباته عن الرب سبحانه وتعالى وإذا كنت نحن نستفصل نقول إن قصدتم بالجسم المركب من أعضاء يحتاج بعضه على بعض فالله عز وجل ليس بجسم ولا يثبت الجسم لله بهذا المعنى وإن أردتم بالجسم ما يشار إليه وما تقوم به الصفات فنحن لا ننفي هذا المعنى الذي تسمونها أنتم جسم فإذا سميتم ما يشار إليه وما يتصب بالصفات سميته جسم هذا استلاح لكم نحن لا ننفي صفات الله عز وجل لأنكم سميتموها تجسيما فإذا لابد نستفصل لا تنفي مطلقا ولا تثبت مطلقا كذلك المتحيز المتحيز التحيز نستفسر ماذا تقصر بالتحيز هل التحيز تقصر المنحاز منحاز عن خلقه بائل من خلقه فهذا يثبت لله عز وجل الله عز وجل فوق خلقه ليس ساريا في خلقه ليس ليس سبحانه وتعالى حالا في خلقه بل هو منحاز منفصل عن خلقه بائل من خلقه كما يقول السلف وإن أردتم بالمتحيز أنه داخل الأحياز فالمخلوقات تحوزه وتحوطه وتحيط به فنحن ننفي التحيز بهذا المعنى إذن لابد نناقشهم في التدسيم معنى الجسم ومعنى الحيز وبعد ذلك نعرف قوله من الصفات لا تقوم إلا بجسم والجسم متحيز أيضا قولهم الأجسام متماثلة هل الأجسام متماثلة؟ هل ينازعون فيه يقولون الأجسام ليست متماثلة التراب ليس مثل الماء ليس مثل السماء ليس مثل الشجر هذه أجسام ليست متماثلة كيف تقول الأجسام متماثلة؟ فهم يقولون لو قامت به الصفات لازم أن يكون مماثرا لسائر الأجسام ليش؟ يقولون الأجسام تماثلة فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثل لسائل الأجسام النتيجة يقولون هذا هو التشبيه فيلزم عليه إنكار الصفات لأنه يلزم عليها هذه اللوازم الباطلة عنده وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما فلو أثبتنا علوه وللزم أن يكون جسما وحينئذ فلالجسام متماثلة فيلزم التشبيه شوفوا كيف التناقض يعني إذا جاء الصفات اللي يثبتونها قالوا ما يلزم التدسيم وإذا جاءوا للصفات التي ينكرونها قالوا يلزم التدسيم شوف الشيخ هنا يقول يقول هذا كثير من الصفاتين يقصد مثل أشاعره وغيرهم اللي يثبتون الصفات وينفون صفات قال يثبتون الصفات وينفون علوه على عرشه الأشاعر يثبتون السبع الصفات مثلا وينفون العلو وقيام الفعال الاختيارية به يقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم لما يجيون يثبتون السمع والبصر والكلام والقدرة والحياة والعلم والإرادة هذه السبع الصفات يثبتونها قالوا يمكن تقوم بدون جسم ما في مانعنا أن الله يوصب بها وهذه تقوم بدون جسم فلما يأتون للعلو يقول طيب الله عالي عن الخلق قالوا لا الله ليس عالي ليش قالوا العلو من صفات الأجسام سبحان الله أنتم حين في الصفات السبع الآن تقول نثبت صفات الله ولا يلزم التجسيم وإذا جيتوا للعلو أو الاستواء تقول يلزم أن يكون جسما فنحن ننفي هذه الصفة فهذا من التناقض هذا من التناقض لأنه كما سبق معنا في أول الرسالة قول الشيخ القول في بعض الصفات كالقول في بعض هذه قاعدة القول في بعض الصفات كالقول في بعض لازم يكون كلامك واحد هذه الصفات الله صفات لواحد والصفات كلام فيها واحد أما تأتي الصفات تقول والله ما يلزم التجسيم أن يثبتها وتأتي الصفات أخرى وتقول والله يلزم من إثبات التجسيم فنعم فيها فهذا من التناقض لذاك يقول فلو أثبتنا علوه وللازم أن يكون جسما وحين يدن فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه إذن ينفون العلو لاستلزامه التجسيم بزعمهم فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبه ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبه كما يقول صاحب الرشادي وأمثاله لماذا؟ يعني هم يثبتون السمع والبصر ونحوها فاللي يثبتها ما يسمونه مشبه وينفون العلو والاستواء ونحوها واللي يثبتها يقول أنت مشبه ليش؟ لأن هذا يلزم من التدسيم فإذا أثبتت لله أثبتت لله جسما فأنت مشبه والسمع والبصل لا يلزم من إثبات التدسيم فلا بأس ومثبتها لا يعد مشبها فهذا من التناقض في الإثبات والنفي وكذلك قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه وقد يقولون إنما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق الآن الشيخ طبعا هنا يذكر عن القاضي أنه يقول بتماثل الأجسام ثم يذكر أنه من مثبتة الصفات والعلو لكنه عنده إشكال في مسألة العلو هل العلو صفة خبرية أو لا أول قولي القاضي أبي يعلى أنه صفة خبرية ثم بعد ذلك ذكر أنه صفة يعني عقلية لكن العلو الآن نقول صفة خبرية أو العقلية وشالفرق بينها الخبرية أنه ما يمكن تصل إلى هذه الصفة إلا عن طريق الخبر فقط والعقلية هي التي يمكن أن يدركها العقل طيب العلو هل يمكن أن يدركه العقل أم لا هل العلو مثل الوجه واليد أم لا يختلف من حيث الإثبات يعني لو لم يرد في الشرع أن لله أن لله يدين هل ندرك بعقول أن لله يدين ولا ما ندرك ما ندرك لو لم يرد في الشرع أن الله استوى على العرش هل ندرك بعقول أن الله استوى على العرش لا لو لم يرد في الشرع أن الله عال على خلقه هل ندرك بعقولنا العلو نعم العلو يدرك بالعقل وبالفطرة أن الله عالي على كل شيء سبحانه وتعالى فالإشكال هنا أنهم جعلوا العلو صفة خبرية وشيخ يقول جعلوا الكلام فيك الكلام في الوجه وقد يقولون إنما يثبتون لا ينافي الجسم يعني بعضهم صار عنده يعني يعني تجاه أنه يثبت ما جاء به القرآن من الصفات حتى لو استلزم التجسيم قالوا لو أن ما يثبتون لا ينافي الجسم فمدام أنه ورد في القرآن نحن نثبته ويقولون هذا في سائر الصفات الشيخ يعقب على هذا يقول العاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبته لا فرق كما سبق أنتم تثبتون الشيخ وتقولون لا يلزم من التجسيم وتنفون صفات أخرى وتقولون يلزم منها التشبيه لأنها مستلزمة للتجسيم فيجب نفيها والشيخ يقول أنتم إذا تأملتم لم تجدوا فرق لم تجدوا فرق بين هذه الصفات التي أثبتتموها والصفات التي نفيتموها وإنما هو في الحقيقة تحكم بالعقل عقولكم القاصة تدرك أشياء وما تدرك أشياء تنفي أشياء وتثبت أشياء فوقعتم في التناقض نعم وأصل كلامي هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات استلزم التجسيم والأجسام متماثلة والمثبتون يجبون على هذا تارة بمنع المقدمة الأولى وتارة بمنع المقدمة الثانية وتارة بمنع كلتا المقدمتين وتارة بالاستفصال نشى المقدمة الأولى الخبري أو لا؟ أن إثبات الصفات استلزم التجسيم أحيانا طبعا هستن يقول لا نحن نمنع أن تكون أن يكون إثبات الصفات استلزم التجسيم هذا يمنع المقدمة الأولى وأحيانا يقولون نحن نمنع أن تكون الأجسام متماثلة وأحيانا يقولون أيش؟ قال الشيخ الأولى وتارة من منع الثانية وتارة من منع كل مقدمتين لا الصفات تستزم التجسيم ولا الأجسام متماثلة كلاهما باطل وتارة بالاستفصال ماذا تقصدون بالتجسيم؟ انقصدتم كذا صح وانقصدتم كذا غلط فاستفصلون نعم ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل سواء فسروا الجسم بما يشار إليها أو بالقائم بنفسها وبالموجود أو بالمركب من الهولى والصورة ونحو ذلك فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة وجمهر العقلاء يخالفونهم في ذلك يعني يخالفونهم في تماثل الأجسام يعني القول بتماثل الأجسام باطل على أي تفسير فسروا به الأجسام إن قلت الجسم ويشار إليه فنحن نرى فيما نشير إليه في الواقع يعني اختلاف كثير وكبير فليس الماء مثل النار وليس النار مثل الحجر وليس الحجر مثل الشجر هذا اللي يشار إليه واللي نراه الأجسام مختلفة أو القائم بنفسه كذلك مختلفون أو الموجود الموجودات مختلفة قلت الجسم هو الموجود فنحن نرى أن الأجسام الموجودة مختلفة أو المركب الهيولة والصورة الهيولة هو الأصل الأصل مادة الشيء والصورة هو تشكيل تشكيل المادة تشكيل المادة من الأصل قال أما إذا فسروا بالمركب من الجواهر المفردة على أنه متماثلة فهذا ينبني على صحة ذلك يعني ينبني على أن الجواهر المفردة متماثلة وهذا أيضا ينبني على إثبات الجوهر الفرد هل الجوهر الفرد نظرية صحيحة أم غير صحيحة وهل على القول بالجوهر الفرد هل هي متماتلة أم لا ما هو الجوهر الفرد الجوهر الفرد في تفسيره هو الجزء الذي لا يتجزأ يعني أنت حينما عندك شيء تجزيه إلى أجزاء يقول أنه ينتهي إلى جزء لا يتجزأ فهذا يسمى جوهر فرد طبعا الشيخ يرد عليهم يقول هذا ليس صحيح ما في شيء اسمه الجزء لا يتجزأ بل إن هذا الأمر حينما يجزأ ينتهي إلى أن يتحلل يعني يستحيل إلى شيء آخر ما يبقى جزء نهائي لا يتجزأ بل هو يستحيل إلى شيء آخر وهذه النظرية طبعا حتى في العصر الحديث يعني ثبت أنها من ضيط الجوهر الفرد نظريها باطلة وأن يتكلمون في الذرة ونحو ذلك يعني يبحثون في هذه الأمور وبيّنوا أن العلم الحديث أيضا بيّن بطلان هذا الاعتقاد الفلسفي الذي كان يقولون به أنه ينتهي إلى جزء لا يتجزأ ويسمونها الجوهر الفرد قالوا والجوهر المفردة متماثلة والأجسام مركبة من الجوهر المفردة فبالتالي تكون الأجسام متماثلة والشيخ يقول هذا كلام غير صحيح وجمهر العقلاء يخالفونكم في مسألة أصل الجوهر الفرد وفي القول بأن الجوهر المفردة متماثلة لأنه أنت إذا حللت الماء ليس مثل تحليلك للتراب مثلا على القول بأنه هناك جوهر يعني الجوهر الفرد فالجوهر الفرد في الماء غير اللي في التراب فلا يصح على القول بالتماثل بل هذا كلام باطل نعم ولا ريب أن قولهم والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كإطلاق الرافضة للنصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما بناء على أن من أحبهما فقد أبغض علي رضي الله تعالى عنه ومن أبغضه فهو ناصبي وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى ولهذا يقول هؤلاء يعني تسمية من يتولى أبا بكر ناصبي هذه الدعوة هم بنوا على مقدمة باطلة أن من أحب أبا بكر وعمر فهو يبغض علي ومن أبغض علي فهو ناصبي نحن نوافقهم في المقدمة في الثانية لكن نخالهم في الأولى من أبغض علي ناصبي صح لكن ليس من أحب أبا بكر وعمر يعد مبغض لعلي فكونوا يرتبون شيء على شيء أصلا المقدمة الأولى باطلة فما ينتج عنها يكون باطل وهو اتهامهم لمن يحب أبا بكر بأنه ناصبي نعم غريب شيء غناء سياقه لهذا الاستشهاد في هذا الموطن أنه ما له علاقة في الأسماء والصفات وغيرها الصحيح أنه ما له علاقة بالأسماء والصفات لكنه أراد مجرد أنه يبين أن بعض الناس يعني يأتي بمقدمات يعني تكون مقدمة غير صحيحة فيبني عليها مذهب وفيكون ما بني عليه غير صحيح فهو يعني انتقل من بيان يعني ما بنوا عليها النفات الصفات إلى مسألة الصحابة يعني عادة أنه يأتي بأشياء عقلية يرد عليهم بها بس هذه أتابها خارج العقل صحيح هل يعني أقصد فيه شيء لا هو مجرد أنه يعني هنا هو يعني تقدير عقلي يعني حتى عند الرافضة هذا ما بمبني على نص شرعي هو مبني على هوى مبني على استحسان بالعقل فهؤلاء الذين نفوا الصفات بناء على أن الإجسام متماثلة وهذا يلزم منه التشبيه إذن إثبات الصفات تشبيه هذا شيء عقلي ليس شرعي كذلك هؤلاء حينما يقول من أحب أبا بكر وعمق فقد أبغضى عليه هذا ما يدل عليه شرع هذا هوى من عندهم يعني هم الذين جعلوا مفهوما ليش للنصب كذلك نفات الصفات صفات هم الذين جعلوا مفهوما للتشبيه فمفهوم التشبيه عند نفات الصفات هو إنكار الصفات يعني هو إثبات الصفات إثبات الصفات عندهم مسمون التشبيه هذا مفهوم ليس شرعي مفهوم يعني هوى اخترعوا بعقولهم كذلك مفهوم النصب عند الرافضة يختلف عن مفهوم النصب عند أهل السنة فمفهوم النصب عند الرافض هم اللي اخترعوه ورتبوا عليه الشياء فقالوا من أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض علي وإذاك عندهم لا ولا إلا ببراء لا تكون مواليا لعلي إلا إذا تبرأت من أبي بكر وعمر لا ولا إلا ببراء فهذه الشيخ أراد أن يبين كما قال الله تشابهت قلوبهم يبين أن هؤلاء الذين يعني قعدوا قواعد بعقولهم توصلوا إلى نتائج فاسدة وألزموا الناس بأشياء لا تلزم لا عقلا ولا شرعا ولهذا يقول هؤلاء إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه وأكثر العقلاء على خلاف ذلك وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى ذلك وبينا فساد قول من يقول بتماثلها وأيضا فالاعتماد وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه بأن يقال لو ثبت له كذا وكذا لكان جسم ثم يقال والأجسام متماثلة فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع وهذا ممتنع عليه لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم فيكون أصل نفيه نفي الجسم وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى يعني الشيخ هنا يقول أن الاعتماد في مسألة الصفات وما يثبت له وما ينفى على نفي التشبيه على يعني مجرد نفي التشبيه اعتماد باطل كونهم يعني ينفون الصفات لاستلزام للتشبيه هذا يعني اعتماد باطل لماذا الشيخ يقول لذلك أنه إذا ثبت تماث الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحج التي ينفون بها الجسم بمعنى يعني ملخص كلام الشيخ أن هؤلاء ينفون الصفات لاستلزامها قالوا لأن إثباتها تشبيه كيف؟ قالوا لأن إثبات الصفات يلزم منه التجسيم والأجسام متماثلة فإثبات الصفات يلزم منه التشبيه ها؟ قالوا إذن أول شيء إثبات الصفات فيه تجسيم للرب لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بجسم فأنت إذا أثبتت الصفات أثبتت جسما ثم يقولون والأجسام متماثلة الأجسام متماثلة فأنت حينما تثبت التجسيم مثلت الرب وشبهت الرب بالخلق لأن هذا أجسام متماثلة النتيجة أن هذا تشبيه فالشيخ يعني بيّن هذا أيضا هذا التطويل يعني يكفي أن تقولوا إن إثبات الصفات تجسيم وهذا التجسيم تشبيه ها؟ ونحن ننفي التجسيم ماذا أنتم أصلا تنفونا التجسيم خلاص يكفي أن تقولوا إن إثبات الصفات يلزم منه التجسيم إذن نحن ننكر هذه الصفات لأنه يلزم منه التجسيم فما يحتاج أنك متطولون بعد أن تقولوا والأجسام متماثلة فهذا تشبيه تشبيه بالأجسام والأجسام متماثلة خلاص يكفي أن تقول إن إثبات الصفات يلزم منه التجسيم وهذا ممنوع فإثبات الصفات ممنوع فيعني لا يحتاج يقول نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه لأن نفي الجسم مبني على نفي التشبيه نفي الجسم يعني هم أصلا حينما نفوا الجسم مبني على أن هذا تشبيه يعني ينفون الصفة لإستجزامها الجسمية والتجسيم تشبيه فما يحتاج أنك تقول والأجسام متماثلة وتماثل أجسام تشبيه فهذا يعني من التطويل الذي لا داعي له وهو أيضا يكفي حين أن نرد عليهم في مسألة مفهومة الجسم وإن أطالوا إلى مسألة نفي وإن أطالوا إلى مسألة الأجسام التشبيه نبين أن هذا أيضا غير صحيح نعم وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه وافترقان من وجه بإغلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه فإن هذه طريقة صحيحة وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له وهذا حقيقة التوحيد وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثل فيه أحد ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات طيب الشيخ يعني يبين أن المقصود أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفي عن الرب على نفي التشبيه لا يفيد لماذا؟ لأنك أنت الآن تنفي الصفات تقول بحجة التشبيه لأن إثباتها في مشابهة بالصفات المخلوق شيخ يقول هذا غير صحيح لأنه أصلا ما في شيئين لا يوجد شيئان إلا وبينهما تشابه من وجه واختلاف من وجه أي شيء موجود لا بد يكون بينهم تشابه على الأقل في في وصفه في وصف الوجود قال يا أبد أني اشتبهان من وجه ويفترقاني من وجه فالاعتماد في النفي على مجرد نفي التشبيه هذا غير سديد لكن وش السديد؟ بينه الشيخ هنا الصحيح قال الاعتماد على نفي النقص والعيب هذا هو المهم أن ينفى النقص عن الرب عز وجل وينفى العيب عن الله عز وجل ونحو ذلك ما هو سبحانه مقدس عنه هذه الطريقة الصحيحة في النفي أن تنفي عن الله النقائص أن تنفي عن الله العيوب أن تنفي عن الله مماثلة للمخلوقين أما أن يقال أي شيء في مشابهة ينفى عن الرب هذا غير صحيح يعني يلزم من ذلك نفي جميع الصفات ونفي وجود الرب لأن الوجود في مشابهة المخلوق موجود والرب موجود فأنت إذا كنت بتنفي أي مشابهة سيصل بك الأمر إلى أن تنفي وجود الرب سبحانه وتعالى فإذا قلت لا وجود الرب يختلف عن وجود العبد نقول خلاص قل هذا في بقية الصفات فقل الصفاته تختلف عن صفات العبد نعم هذا الشيخ هنا كذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها فإن نفي المماثلة فيها ما هو مستحق الله فيما هو مستحق الله هذا حقيقة التوحيد يعني أن التوحيد هو أن تنفي مماثلة الرب لخلقه وما هو التمثيل المنفي هو أن يكون الرب مماثلا لخلقه أو مشاركا لخلقه فيما يختصون به فهذا هو الممنوع كل صفة كمال فالله عز وجل متصف بها اتصافا خاصا يختلف عن اتصاف المخلوق فهذا هو مذهب السلف ثبات ما وصف الله به نفسه من الصفات ونفي مماثلة الله لسائل المخلوقات فمثلا حياة حياة لفظ عام مشترك بين الخالق والمخلوق لكن حينما يقول حياة الرب هنا يختص الرب عز وجل بحياة خاصة ليست مثل حياة المخلوق وهي أن تكون حياته سبحانه لم تسبق بعدم ولا يعتريها يعني موت فتوكل على الحي الذي لا يموت اللي بخلوق حي لكن المخلوق حي يموت لكن حينما يقول حي الذي لا يموت هذا مخطب من خصائص الرب عز وجل وهو واجب الوجود وهكذا يعني في علمي وفي سمعي وفي بصري وفي قدرته يعني له سبحانه وتعالى ما يختص به من هذه الصفات غير المعنى العام الموجود في المخلوق نعم فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه ووجب له ما وجب له وامتنع عليه ما امتنع عليه قيل هب أن الأمر كذلك ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم ثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنع كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير وقد سمى بعض المخلوقات حيا عليما سميعا بصيرا فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حريا حيا عليما سميعا بصيرا قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوية يعني الشيخ هنا يبين أن المشابهة يعني يقصد بها حد شيئين إما المشابهة في المعنى العام أو المشابهة في الخصائص قال إن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه من ما يجوز عليه من ذلك الوجه إلى آخره الشيخ يقول هبى الأمر كذلك لكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع عن الرب يعني القدر المشترك بين الرب والعبد إذا كان إثباته لا يلزم منه إثبات ما يمتنع عن الرب ولا نفي ما يستحقه الرب وش المانع أن يكون هناك اشتراك في المعنى العام لك حينما نقول بالاشتراك في المعنى العام لا يلزم أن نصف الرب بخصائص العبد ولا أن نصف العبد بخصائص الرب ولا أن نصف الرب بما يمتنع عليه ولا أن نمنع عنه ما يجب له مثل ضرب الشيخ مثل هنا قال أنه قال أن الله موجود وحي وعليم وسميع وبصير طيب والمخلوق حي وعليم وسميع وبصير فلما يسمى الرب عز وجل بعض المخلوقات بهذه الأسماء إذا قيل أنه يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا وحيا وعليما وسميعا قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا يعني لازم القدر المشترك لازم القدر المشترك ما في مانع وهو المعنى العام لازم القدر المشترك وهو المعنى العام للحياة المعنى العام للسمع المعنى العام للبصر فهذا اللازم موجود في الخالق وموجود في المخلوق مثلا الحياة ضد الموت هذا المعنى العام نفهم الحياة أنها ليست السمع نعرف أنه إدراك المسموعات المعنى العام فيلزم يقولك يا الله يلزم من السمع إدراك بسرعة نقول نعم يلزم ما فيه إشكال يلزم من يعني العلم أن يكون إدراك معلومات يقول نعم ما فيه إشكال فهذا المعنى العام وهذا لازم وهو قدر مشترك في الخالقي والمخلوق وليس ممتنعا على الرب سبحانه وتعالى لأن هذا يعني وصف الرب عز وجل بهذا المعنى العام لا يقتضي نقصا لا يقتضي أن نصف الله بالحدوث أو الإمكان أو نحو ذلك من صفات النقص بل هذا معنى عام لازم لازم حتى ندرك مفهوم الصفة وإلا إذا كنت تقول والله ما فيه معنى عام مشترك كيف تدرك الصفة إلا وقد أدركت معناها عند المخلوق نعم وذلك أن القدر المشتركة هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي الوجود أو الموجود الوجود هذا إيش؟ هذا الصفة والموجود الموصوف كذلك الحياة الصفة أو الحي الموصوف نعم أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع والبصر أو السميع والبصير أو القدرة أو القدير والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر أيوة القدر المشترك مطلق كلي لا يختص بالرب ولا يختص بالعبد قدر مشترك عام يعني معنى عام يعني مفهوم عام يعني المعنى في اللغة المعنى اللي نفهم به المعنى الصفة العام هذا لا يختص لا بالرب ولا بالعبد بل هذا مشترك طيب المشترك المشترك في الخارج ولا في الذهن في الذهن تصور في الذهن لكن ما في شيء في الخارج يقول هذا مشترك يجتمع فيه الخالق والمخلوق لكن المعنى العام والكل المشترك هو في الذهن نعم والقدر ومشترك مطلق كلي لا يختص بأحد ما دون الآخر فلم يقع بينهم اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم فإنما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه يعني ما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه يعني ما يختص به الرب مثلا من صفة القدرة يمتنع أن يشاركه المخلوق في ذلك الاختصاص وما يختص به المخلوق من صفة القدرة لا يمكن أن يوصب به الرب ففي الخارج الخصائص للخالق والمخلوق هذه ما فيها اشتراك الاشتراك في الذهن فقط في المعنى العام الذي نفهم به الصفة فالاشتراك هو في المعنى الكلي والمعنى الكلي هو في الذهن لكن في الخارج لا توجد إلا مشخصات ومخصصات فلا اشتراك لا اشتراك في الخارج فيما يختص به الرب او ما يختص به العبد فاذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق لم يكن في اثبات هذا محذور اصلا بل اثبات هذا من لوازم الوجود فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا ومن نفى هذا لازمه تعطيل وجود كل موجود وهذا سبق يا شيخ سبق انه قرر مسأة القدر الكلي وانه لا يمكن ان تفهم صفات الله عز وجل الا بفهم القدر الكل مشترك وانت حينما تنفي القدر المشترك هذا ينتهي بك ان تنفي وجود الله عز وجل لا بد ان حتى تفهم هذه وتنفهم الصفات لا بد من وجود القدر المشترك نعم ولهذا لما اطلع الامة على ان هذا حقيقة قول الجهمية سموه معطلة وكان جهم ينكر ان يسمى الله شيئا وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالاشياء فاذا نفى القدر المشتركة مطلقا لزم التأطيل التام والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك تجب له لوازمها فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوتا لازم وخصيص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه نعم يعني المعاني التي يوصف بها الله سبحانه وتعالى تجب له لوازمها قال ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم وخصائص المخلوق التي يتنزه الرب سبحانه وتعالى ليست من لوازم ذلك أصلا يعني مثلا لوازم حياة الرب سبحانه وتعالى يجب أن تكون حياة يعني ليس لها ابتداء وليس لها انتهاء وهذه الحياة للرب سبحانه وتعالى الثابتة له يجب أن تجب له تجب له لكن حياة المخلوق يتنزه الرب عنها لأن حياة المخلوق مسبوقة بعدم ويعتريها يعني موت فما يختص به المخلوق يتنزه الرب سبحانه وتعالى وما يختص به الله عز وجل ولوازم صفاته تلزم ونلتزمها وهي من كمالات الله عز وجل فتلك اللوازم المخلوق التي تلزم من صفاته وعلم والقدرة والاستمع والبصر والكلام كلها قد يلزم عليها أشياء اللوازم وهذه يتنزه الرب سبحانه وتعالى لأن لوازم صفات المخلوق ليست هي لوازم صفات الخالق سبحانه وتعالى نعم وهذا الموضوع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات وانكشف له غلط وكثير من الأذكياء في هذا المقام وقد بسط هذا في مواضع كثيرة وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينة مقيدة وأن معنى اشتراك الموجودات في عمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه بالكل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله ولكن الآن حينما نقول إنسان إنسان هذا معنى إنسان أنتفى معنى إنسان في ذهنك لكن في الخارج يوجد أفراد يشتركون في هذا الوصف يطلق الإنسان على هذا وعلى هذا لكن هل أقول هذا الإنسان هو ذاك الإنسان؟ هو ذاك الإنسان؟ لا يعني يختلف هذا عن هذا وفي الخارج يعني يختلف عن المعنى الذي في الذهن المعنى الكلي الذي في الذهن الذي تشترك فيه الموجودات قال الشيخ أن ذاك المعنى العام يطلق على هذا وهذا كما في المخلوقات أيضا يطلق على الخارق والمخلوق مثلا نقول العلم العلم هذا معنى عام لكن يطلق على علم الله ويطلق على علم المخلوق فالموجودات في الخارج إذا يعني أطلق عليها شيء من هذه الصفات لا يعني أن تكون هذه الصفات مشتركة يعني مثلا إنسان وهذا حي وهذا حي لا يجب أن تكون حياتهم وحدة كلهم صحيح أن يطلق على هذا حي وهذا حي وهذا حي لكن لا يجب أن تكون حياتهم وحدة في الواقع لكن في الذهن معنى الحياة واحد في الذهن لكن في الواقع حياة كل واحد حياة تخصه قال الشيخ هنا بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله سواء بين المخلوقات أو بين الخالق والمخلوق نعم ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام فتارة يثبت أن إثبات القدر المشترك فتارة فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير فيجيب به فيما يثبته من الصفات المنحتج به من النفات يعني هذا عود من الشيخ على إنكار على من؟ على شاعر ونحمل يثبتون بعض الصفات وينفون بعض اللي سوق معنا في مساة التشبيه الآن في مساة القدر المشترك يعني الآن حينما يأتي الأشعري ويقول الله يوصب بأنه حي فيجي واحد يقول كيف تقول الله حي والمخلوق حي فيقول نعم الحياة مشتركة بين الخالق والمخلوق لكن الحياة الرب تخصه فهنا فيما يثبته طيب حينما يأتي فيما ينفيه حينما يأتي مثلا حينما يقول إن الله يغضب فياتل أشعر يقول لا ما يجوز أن تكون الله يغضب لأن هذا من صفات المخلوقين فنقول لا الغضب يعني العام قدر المشترك موجود في الخالق والمخلوق يقول لا ما يجوز تجعل المشترك بين الخالق والمخلوق لأن هذا ما يكون في الخالق تقول كيف أنت كلت في الحياة وفي العلم أثبتت القدر المشترك المعنى العام اللي تفهم به وأنت حينما تأتي في الغضب مثل الفرح والرضا وغيرها تقول لا أو في اليد أو في القدم أو في النزول أو نحو ذلك تقول لا أنا ما أفهم قدر مشترك ما في قدر مشترك بين الخالق المخلوق في هذا لأجل أن يؤول ويصفل معاني أخرى فالشيخ يقول أن هؤلاء يخضون بقدر مشترك فيما يثبتونه ويتفطنوا أنه لابد من إثبات قدر مشترك حتى نفهم الصفة فهذا يفعلون في الصفات التي يثبتونها وإذا أتوا للصفات التي ينكرونها أنكروا القدر المشترك ولكثرة الاجتباه في المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته هل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطئ أو التشكيك كما وقع الاجتباه في إثبات الأحوال ونفيها وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها وتارة يبقى في الشك والتحير وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات في هذه المقامات وما وقع من اجتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة وبينا أن الصواب هو أن وجود وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة للموجود في الخارج وأن لفظ الوجود يعني الآن هذه المسألة الأولى ويش المسألة الأولى الوجود وجود الرب هل هو عين ماهيته أو لا هل الشيء هل وجود الشيء هو عين ماهيته أو لا الشيخ يفصل يقول وجود الشيء هو عين ماهيته في الخارج بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة للوجود يعني هل وجود الشيء عين ماهيته الشيخ يقول إذا كان تقصد في الخارج فوجود الشيء هو عينه ماهيته يعني مثلا وجود هذا الكاس هو عين ماهية هذا الكاس هذا في الخارج لكن في الذهن قد يتصور الذهن وجود غير الماهية يعني قد يتصور وجود الشيء منفصل عن حقيقة الشيء في الذهن لكن في الخارج لا يكون الوجود منفصلا عن الماهية نعم أبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج بخلاف الماهية التي في الذين فإنها مغيرة للموجود في الخارج وأن لفظ الوجود كلفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك وهذه الألفاظ كلها متواطعة وإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها فالمشكك نوع من المتواطع من المتواطع العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو متماثلا طيب الآن سؤال هل الوجود وجود الرب وجود العبد ما يقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطع ما الفرق لو قيل بالاشتراك اللفظي يعني فيه ناس ضلوا وقالوا إنه اشتراك اللفظي وش يلزم على ذلك إيش يلزم على ذلك لو قيل لو قيل إنه ما يقول بالاشتراك اللفظي تعرفون وش معنى الاشتراك اللفظي الاشتراك اللفظي يكون اللفظ واحد لكن المعنى مختلف مثل ما سبق معنا مثلا المشتري يطلق على الشخص المشتري يطلق على النجم العين تطلق على الباصرة وتطلق على الجاري يعني ما فيه أي علاقة بين اللفظين فإذا قيل وجود الرب وجود العبد ما يقول بالاشتراك اللفظي يلزم من ذلك أن وجود الرب معنى يختلف وإطلاقا ما فيه أي مشابهة ولا معنى كل ولا شيء عن وجود العبد وهذا غير صحيح والصواب أن الوجود ما يقول بالاشتراك ما يقول بايش بالتواطع المتواطع يكون المعنى المعنى واحد مثل إنسان فالناس متواطعين في لفظ الإنسانية مثل حيوان حيوانات متواطع بيلفظ حيوانية مثل وجود متواطع بيلفظ الوجود تقول هذا موجود هذا وجود يعني ما يقول بالتواطع التواطئ نوعان فيه تواطئ عام وفيه تواطئ مشكك المشكك نوع من التواطئ المشكك مثل إيش مثل النور النور فيه نور الشمس نور القمر نور السراج نور المصباح كلها سمى نور هذه متواطئة بأن المعنى معنى النور واحد لكنها مشككة باعتبار أن نور الشمس ليس مثل نور السراج يعني أنه متشكك يعني متفاضلة لكن الإنسان هل تقول متشكك إنسان هذا غير إنسانية هذا ولا يستون في الإنسانية يستون في الإنسانية يستون في الإنسانية لكن مثل النور قد يكون مشكك لأنه يعني تتفاضل الأنوار تختلف فنرجع لكلام الشيخ هنا يقول أن الوجود والذات والشيء والماهية والحقيقة هذه الألفاظ كلها متواطئة أن تقول هذا شيء الكرسي شيء والطاولة شيء وهذا الكتاب شيء كلها شيء متواطئة بأن هذا اللفظ يطلق بالتواطئ على جميع هذا الأشياء بأنها تسمى شيء لكن إذا قلنا مشككة لتفاضل ما بينها فالمشكك نوع من المتواطئ المشكك هو نوع من المتواطئ العام الذي يراع فيه دلات اللفظة على قدر مشترك إذن المتواطئ في قدر مشترك وكلما فيه في قدر مشترك وليمكن أن يكون متواطئ إلا إذا كان هناك قدر مشترك لكن هذا القدر المشترك قد يكون متفاضلا في بعض الألفاظ المتواطئة وقد يكون متساويا كما سبق معنا نعم وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج فلا فرق بين الثبوت والوجود لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني ما أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به يعني هذه ما سألها هل المعدوم شيء ولا ليس بشيء المعدوم هل تقول هذا معدوم شيء ولا لا يعد شيئا هذه فيها خلاف فالشيح يقول المعدوم شيء في العلم في الذهن لكن ليس شيئا في الخارج يعني في الذهن شيء أن تفرض شيء معدوم هو شيء في ذهنك في ذهنك شيء الله عز وجل قال هل أتى على الإنسان حينما دهر لم يكن شيئا مذكورا فالإنسان قبل أن يخلق هو شيء لكن شيء غير مذكور شيء يعني مهم موجود فأنت تقول مثلا عندي شيء سأفعله تقول عندي شيء سأفعله أو عندي فكرة سأطبقها طيب هذا الشيء اللي عندك هل هو موجود ولا غير موجود يقول هو موجود إيش في الذهن لكن ليس موجودا في الخارج فالشيء المعدوم المعدوم اللي لم يوجد فتسميه شيء ها ولكنه شيء في ذهنك وليس شيئا في الواقع المعدوم ليس شيئا في الواقع ولا يعد شيئا في الواقع إلا إذا إذا وجد نعم عز الله وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف لها وجود وتختلف لها وجود في الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة وصفاتها القائمة بها المعينة فتتشابه بذلك وتختلف به يعني الأحوال التي هي نسبة بين الصفة والموصوف مثلا مثلا نقول سميع سميع سمع للسميع الله سميع ها ويسمع فنسبة السمع يعني كونه سميعا هذه يسمى حال يعني نسبة الصفة إلى الموصوف بصير الله بصير بصر الله عز وجل نسبة البصر إلى الله هذه يسمى الحالي والأحوال التي تماثل فيها الموجودات وتختلف لها وجود في الأذهان النسبة هذه لا وجود في الأذهان وليست في الأعيان إلا الأعيان الموجودة اللي هي الصفات الفعلية هي الموجودة في الأعيان لكن النسبة بين الصفة والموصوف هذه يقدرها الذهن قال صفاتها القائمة بها المعينة تتشابه ذلك وتختلف به يعني الصفات متنوعة نعم وأما هذه الجمل المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة من فهمها علم قدر نفعها وانفتح له باب الهدى وإمكان إغلاق باب الضلال ثم بسطها وشرحها له مقام آخر إذ لكل مقام مقال والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفى عن الرب وينزه عنه كما يفعله كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك وهذا من طرق النفي الباطلة يعني الشيخ رجع إلى ما بدأ في الأول أن الاعتماد على النفي أو في النفي على مجرد نفي التشبيه بهذه الحجج أنه يجب أن ينزه الرب عن الوصف لأن هذا يلزم منه التشبيه يلزم منه التجسيم والأجسام والتماثة ونحو ذلك كما يفعلوا كثير من المصنفين قال الشيخ هذا خطأ لمن تدبر ذلك وهذا النفي هو من طرق النفي الباطلة لأنه مؤسس على مقدمات باطلة في مسألة التجسيم في مسألة المماثلة ومماثلة الأجسام في مسألة وصف أي إثبات للصفة بأنه تشبيه في مفهوم التشبيه كل هذا يعني مقدمات باطلة فأنتجت نتائج باطلة فبين أن هذا هو الصحيح وسيذكر في آخر قاعدة المنهج الصحيح في مسألة الإثبات والنفي ولعلن نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد في بيوت أذن الله أن ترفع وينكر في أسمه يسبح له في غاب الغدو والآصال رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجذيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب